منذ تكليفه تأليف الحكومة الجديدة فتح الرئيس سعد الحريري ورشة حوار مع جميع الأطراف السياسية سعيا إلى إيجاد صيغة وفاق وطني تمثل أكبر شريحة سياسية ممكنة وذلك حرصا منه على تعاون الجميع من أجل إكمال العمل الذي انطلق بعد تشكيل حكومة العهد الأولى عراقيل وضعت أمام الرئيس المكلف ومحاولات للانقضاض على صلاحيات رئاسة مجلس الوزراء الدستورية واتهامات بالمماطلة تبدأ ولا تنتهي كل ذلك وأكثر طلقاه الرئيس الحريري بصدره وقدم صيغة حكومية لرئيس الجمهورية ميشيل عون ليس فيها منتصر ولا مهزوم وفيها تضحيات متبادلة وهو ينتظر الرد من الرئيس عون اليوم الرئيس المكلف طلع تشكيلي كانوا يقولوا قبل أنه مفروض يطلع تشكيلي طيب طلع اقتراح تشكيلي خلينا نسميها اليوم الرئيس عون الكرة بيملعب ويطلع يقول لا أنا مش موافق أو موافق بغض النظر عن الجواب السياسي اللي إجاب الإعلام هذا ما بيلزم الرئيس المكلف اللي بيلزمه للرئيس المكلف الجواب الرسمي من فخمت الرئيس على فخمت الرئيس اليوم يقل له للرئيس المكلف أنا هذه التشكيلي مش موافق عليها للأسباب التالية بتمنى عليك إذا كان فيه إمكانية يتعدل هون أو هون أو هون هذا شيء طبعا كمان بيرجع للرئيس المكلف لأن هذه شغلة توافقية ما بين الاثنين اللي عم بيوقعوا على المرسوم الآن اليوم الرئيس الحريري بانتظار جواب الرئيس عن من المعروف أن نجاح أو فشل العهود الرئاسية مرتبط بنجاح الحكومات المشكلة فيها إذ أن الحكومات تمثل الدينامو للعمل التنفيذي وحتى تشريعات مجلس النواب المالية وغيرها بحاجة إلى حكومة فاعلة وهنا لابد من الإشارة إلى أن التأخير بتشكيل الحكومة يعني تأخير تنفيذ المشاريع التي ينتظرها المواطنون وتأخير تنفيذ مقررات مؤتمر سادر الحكومة لازم تتألف مبارح قبل اليوم ورئيس الجمهورية بدل ما ننطر سنتين ونصفا ننتخبه لازم ننتخبه بس انتهت ولاية الرئيس ميشيل سليمان تاني يوم ننتخب رئيس الجمهورية مثل كل دول العالم والحكومة بتتألف تاني يوم بعد ما بتستقيل مثل كل دول العالم ومجلس النواب كل أربع سنين بنعمل انتخابات مش من مدد أربع خمس سنين تنرجع نتفع على قانون انتخابات اذا بدنا نحكي بهذا المنطق البلد كله صغرات مجلس النواب تسكر سنتين ونصف بلد معطل سبع اثمان سنين من أصل 13 سنين هذا شيء طبيعي منه صحي اذا منشوف التعطيل اللي صار واذا منشوف كل حكومة تتعطل كرمالي نوزر فلان او فليتان حكومات بقية 11 شهر وحكومات بقية 9 شهور وبالتالي بعض الرئيس المكلف بمهلي كتير كتير معقولي هلا بتعلي هذا شيء طبيعي هو المش طبيعي انه اي مؤسسة دستورية بالبلد توقف يوم ولكن بزل النظام اللي نحنا موجودين فيه كل المؤسسات عم توقف ايام وانطلاقا مما تقدم فان الحكومة تبدو حاجة ملحة لجميع اللبنانيين لحلحلة شؤونهم اليومية لا سيما مع الازمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد ترجمة نانسي قنقر